أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالأراضي الفلسطينية التي تكابد هبوطا حادا للنشاط الاقتصادي والقوة الشرائية أدى إلى ارتفاع الخسائر إلى أكثر من 20 مليون دولار يوميا وزير الاقتصاد الفلسطيني طالب الدول المناهضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي بالسعي لإنهاء الحصار المالي الذي قد ينتج انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10% أما البنك الدولي فحذر من خطر انهيار المالية العامة في فلسطين المقترن بشح الإيرادات وتدهور كافة القطاعات الاقتصادية بسبب العدوان المتواصل على غزة مقتفيا أثر تحذيرات الولايات المتحدة بشأن قطع العلاقات المصرفية مع البنوك الفلسطينية هذه القنوات المصرفية بالغة الأهمية لإنجاز التعاملات التي تمرر ما قيمته نحو 8 مليارات دولار سنويا من الواردات الإسرائيلية بما في ذلك امدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء إضافة إلى تسهيل صادرات فلسطينية بقرابة ملياري دولار سنويا يعتمد عليها الفلسطينيون في تدبير معيشتهم بدورها أكدت مجموعة السبع ضرورة استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لضمان دوام المعاملات الحيوية التي يعتمد عليها اقتصاد الأراضي الفلسطينية ودعا بيان لوزراء مالية مجموعة السبع إسرائيل إلى الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية التي غدت في أمس الحاجة إليها وقالت الحكومة الفلسطينية إن الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل وحصارها المالية الاقتصادية الذي تفرضه على الفلسطينيين تسبب بتعطل العمالة وانهيار القوة الشرائية والانكماش الحاد في النشاط الاقتصادي وتعطل الحركة التجارية أحمد شهيد تلت عرب